اشتركوا في القناة 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 مرحبا . أوه . لا يسأل أمي , سألس . لا يسأل هكذا , سألتها ! حسنا , سألتها . أنا أتحرك يا إشيكا لقد لا يعرف يا إشيكا ارجعي ارجعي المترجم الى الخارج لا يمكنك الان لا يمكننا الى السابق من الخروج المزيد من الإيران أريد أن أذهب لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا أهلاً لا مرحباً و سهلاً و سهلاً و سهلاً في طمب رايدر اهلاً اشتركوا في القناة 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 سام اشتركوا في القناة 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 إنها تبحث عن مملكة يامتاي الضائعة وهي موطن هيميكو المدهشة ملكة الشمس الأسطورية وربما تجد أحد أسلافها سام الوضع جدي آه عزيزتي أنا أحاول فقط تلطيف الأجواء هنا فالجميع متوترون كثيرا لما أنت قلق إلى هذا الحد أوشكت على اكتشاف شيء أنا متأكدة لا أعلم إن كانوا سيستمعون إليه أو إن كان عليهم الاستماع لارا أنت تعلمين بالموضوع أكثر من أي أحد آخر حقا لست أقول ذلك لكي أريحك فقط إنني أثق بك راسي أثق بك هذا واضح فلنأخذ السراحة قصيرة اتفعنا حسنا حسنا سام شكرا إنها ليست دائما بهذه الجدية هيا تقدم إلى الأمام هيا عجيز كيف تعتقدين بأني لست جادا بشأن هذه المغامرة دفعت كل ما أملكه وليس فقط عائلة سام كلنا مشتركون في هذه المغامرة رحلة البحث لن تدوم إلى الأبد لذلك يجب أن نذهب شرقا لا غربا لا أحد يصدق ياما لا أحد يصدق أن يامتاي بعيدة في الشرق الكتب لا تؤيد ذلك جميع الذين ألفوا هذه الكتب لم يجدوا يامتاي لقد تحدثت إلى راس عن هذا لا جدوى أن نتبع خطوات الآخرين دكتور ويتمن أرفض أن تكون سمعتي في خطر أو على المحك أنا العالم الأثار المسؤول هنا ومتى ذهبت إلى الحقل من دون دعم فريق تليفزيوني؟ لدي ثلاثون سنة خبرة شهادتين واحدة منهما في التاريخ الأسيوي اهتم بشؤون المراكب سيد جرام إنها سفينة دكتور ويتمن لا نحتاج لشهادة لمعرفة يدالي اسمع التوجه شرقا سيقودنا إلى مثلث التنين هذا هو المكان المقصود لرى عزيزتي قد أطبعك إلى أي مكان لكن هذا المكان ولد طاقة سلبية إنه خطر يجعل مثلث بيرمودا يبدو كعالم ديزني أنا معك تذكر الحكايات عن الملكة هيميكو أنها كانت تستحدث العواصف وغالبا ما تكون الأساطير مبنية على الواقع ماذا لو أن يامطاي تقع داخل المثلث ذاته؟ هذه صور الأقمار الصناعية لمثلث التنين لا يبدو الوضع جيدا إذا كان رتبا أستطيع الابحاف لا تقول لي إنك تفكر هذا يكفي رئيس على حق لا يجب أن نهدر المال بسهولة إنه الوقت الأمثل لارا تقدم أفكارا جيدة وخطة مناسبة أنا القبطان هنا والقرار يعود إلي سوف ندخل إلى مثلث التنين لما أنا هنا أصلا؟ حسنا أريني خطتك لا يسعون الجلوس هنا علي إيجاد شيء أكله اللي جون برميار بارتي تاع الوالكترو نحن ابدا طمب رايدر اشتركوا في القناة